أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحقيق نتائج إيجابية لتدعيم الاقتصاد الوطني وخلال اجتماع لاستعراض ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجه مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار والوزرات المعنية لأعداد الملفات الفنية الخاصة بمؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في 29 من يونيو المقبل بما يتضمنه من أجندة ومتحدثين وأهم الموضوعات المقرر ترحها وتفقية التعاون التي سيتم توقيعها